الناس بتحبها يعني ربنا يكرمك دايما بحب الناس هي اهم حاجة من الاول هناخد الستات واحدة واحدة عشان ما تكتئبش وما تزعلش وتخس وديه النتيجة اللي احنا عاوزين نوصلها طيب من الاول يعني ايه هو مريض السمنة ازاي قدر يكون الوزن ده تمام اولا خليني اقول مساء الفل على مشاهديننا مشاهدين في قناة المحور مبسوطة جدا ان انا معاكو النهاردة ومبسوطة جدا ان انا معاك يا دودي ربنا يا رب ان شاء الله كده نكون خفاف كده على سادة مشاهدين بالليل النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع بهم رجالة وستات كل واحد فينا بيحلم بجسم متناسق بجسم جميل ما فيهش دفهات تمام مش عشان المظهر الجمالي بس مش عشان انه هو هيدينا ثقة في نفسنا بس لا ده كمان هيبقى وقاية من امرات كتير جدا لان السمنة اثبتت الدراسات العلمية ان هي بوابة لامرات كتير احنا في غنى عنها تمام تيجي تسأليني السمنة دي اسبابها ايه شمعنا فيه ناس محيفة وناس مدينة او مكتسبة دهون زي ده السمنة دي اسبابها بينحصر او بيختزل في حاجتين شهية عالية وانخفاض في معدل الحر شهية عالية وانخفاض في معدل الحر طب تمام الشهية العالية برضو شمعنا فيه ناس عندهم شهية عالية وناس لها احنا عايزين نوصل الفكرة للناس باسلوب سيمبل بسيط الشهية العالية من ايه تمام الشهية العالية دي مع ناس بتكون متضررة نفسيا بتاخد ادوية الاكتئاب ادوية الاكتئاب بتعمل في بعض الاحيان زيادة في الشهية ادى بند البند التاني شهية عالية دي طبيعتنا احنا في مجتمع شرقي مجتمع عربي اتربينا في سلوك ان قاعدين ماما تعرف تطبخ بابا اكيل كل المناسبات عندنا الدينية ولا الاعياد مرتبطة بالاكل شهية عيد الفطر عيد الاضحى كله اكل كله اكل ده طبيعة حياتنا احنا شعب اقول بنحب الاكل مين فين ما بيحبش الاكل حبنا الاكل يعني شهية عالية يعني اكتسبنا وزن زايد يعني بوزنا معداتنا طب سؤال صغنون هو انا ممكن ولادي وهم صغرين انا علمهم ياكلوا كتير فشهيتهم تتفتح صح انت تفهمتيني كده سلوك سلوك تربوي الولادة ربه في بيت ماما بتحب تديهم ياكلوا بدل ما تحط لهم في اللانش بوكس جوافاية مزايا وخياراية وممكن صندويتش واحد لا ده بتحشيله 3-4 صندويتش هات فينو مع خياراية او ممكن تنسى تحط الفكهة او الخياراية طبعا ده اسلوب ده لايف ستايل الام فعلا مسؤولة عن كده الام اعرف يتبخي بس ادي ولادك بحساب عشان يطلعوا ولادك شهية عالية دي مش حاجة حلوة او طبعا اتربنا في مجتمع كده سلوكه كده طلعت عندنا شهية عالية طب نعمليه بقى خلاص بوزنا نفسنا بوزنا نفسنا يعني بوزنا معادتنا ما انت شهية عالية انت طالما شهيتك عالية انت بتكبر الوجبة اللي بتخديها كبرتي الوجبة كبرتي معادتك ليه عضلات معادتي كل ما بتديها اكل كل ما المسل بتوسع اه بيحصلها اكستنشن بتوسع معاك بتكبر معادتك بيزيد الفوليوم بتاعها حجمها